متابعي موقع الإذاعة الجزائرية في كل مكان أهلاً وسهلاً بكم يسرني في هذا الهامش في هامش مقهى الإذاعة الجزائرية أن أرحب بضيف عزيز علينا الشاعر الفلسطيني الكبير أمان الله عايش الذي يحل بالجزائر ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الجزائري أو عفواً الأسبوع الثقافي الفلسطيني بالجزائر ورحب بك أستاذ أمان الله مرحباً بك في الجزائر رويدك أيها الشاعر الجميل والله لقد غمرتمونا بهذا الحب العظيم الحب الجزائري الذي سأنقله بكل أمانة إلى فلسطين فلسطينكم حبيبتكم فلسطين أنا لازلت لا أرى المكان أن أراكم في أجمل صورة أنتم العظماء لا أجاملكم في هذا لا والله بودي لو تضعنا في صورة المشهد الثقافي الفلسطيني مصرحاً شعراً سينيما رواية كيف هو المشهد الفلسطيني في الداخل وأتمنى أن تقدم لنا صورة مكثفة ومقتضبة عن هذا المشهد سيدي المشهد الثقافي الفلسطيني في المستويات الذي ذكرت هو مواكب للحركة النضالية في فلسطين هناك في ميدان القصيدة وفي ميدان المسرح وفي ميدان السينما أيضاً المثقفون على قدم وساق يسيرون في الساحة النضالية بعطاءاتهم يعني هكذا المشهد باختصار شديد يعني المشهد الثقافي يعني هناك مثقفون فلسطينيون يواكبون الحدث اليومي يكتبون في جميع المجالات سواء في مجال القصة والرواية وأيضاً في مجال السينما ومجال الشعر في كل المجالات هو حدث مواكب لكل حدث يومي فلسطيني تقريباً يعني لو طلبت منك مثلاً أن تخصص لنا أي إذا تحدثنا عن مسألة الأجناس والتجنيس أي الأجناس الأدبية أو الفنية الأكثر طغياناً على المشهد الفلسطيني الراهن الله يعني أعتقد السينما هناك يعني في مجال مجال يعني يمكن أخذ الحضوة الكبرى وأيضاً الشعر يعني يتلو فيما بعده أو هكذا يعني والمسرح أيضاً لكن يمكن السينما نشطت في الفترة الأخيرة وبدأ هذا النشاط جلياً يعني في آخر هذه الدردشة الخفيفة في مقهى الإباعة هل لك يعني أن تتكرم على متابعي موقع الإذاع الجزائرية بنص جميل من نصوصك التي أدهجتنا وأمتعتنا بها في إطار الأمسية التي وقيمت علىها مش الأسبوع الثقافي الفلسطيني والله هذا شرف لي والكرم منكم أنتم يعني فلنقرأ شيئاً قصيدة بعنوان على ورق ظلمت ظلمت فحق وقست فرق ونأت ولكن كلما نأت التحق أبصرته لما أضع طريقه فوقفت أرقبه هناك على رصيف المفترق قلقاً ويقلق كل شيء حوله حتى القلق ولهاً ينقل ناظريه إلى الجهات بسرعة حتى بدى في كل ناحية تحفز وانطلق وأمامه كل الدروب تفتحت وتزاحمت أفكاره وتأرجحت أي الدروب ترى ستوصله لها أترى التي جهة اليمين أم اليسار أم التي فيها انزلق يغدو ويرجع ثم يحنو مفعماً فوق الثرى فيقبل الأثر المضمخ بالشبق كانت هنا مرت هنا فهنا شذا وهنا عبق وهنا لعق وهنا نشق وهنا نأت وهنا لصق وهنا أبت وهنا سرق وهنا الورود تعانقت في سرها وتلونت من سحرها وتعطرت من عطرها فيها تشكلت الأزاهر والزنابق والشقائق والحبق وهنا هوى فيها ذوى ولها انضوى وبها تأجج واحترق يهتز مثل فراشة دارت على أنقاض ضوء كان من فيها برق وهنا أقام العشق يا محرابه صلى وصام وراح ينشر معتنق وهنا أضاع طريقه وأضاعها لم يدري كيف أضل عنها وافترق أبصرته متهالكاً لم يبق منه سوى رمق الجد يستر عظمه وفؤاده متهتك عشقاً وبالجلد التصق غارت به عيناه حتى ظنتها نفقين ممتدين بينهما نفق كانت هناك بعيدة تلقي عليها الشمس من أذيالها شعراً يغازلها ويغزل خيته بجميع ألوان الشفق ومضت له من وهجها فأصابه من قدح ومضتها نزق فتفجرت فيه الحياة وقلبه لبى لها وبها خفق وغدا قوياً بعدما قد كان أسلم روحه وبإسم قاتله نطق ومضى إليها واثقاً متحمساً ومضى إليها واثقاً متحمساً حيث الهوى بإشارة منها تفجر وانبثق يبشي ويسعى ثم يركض مسرعاً ويسابق الأقدار تلمحو هنا فإذا به يبدو هناك كأنه فرس جموح في سبق ومضى 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 حتى توقف عندها وأمامها خر المتيم وانصاق كان الجمال جميعه كان الجمال جميعه أليقاً ومجموعاً بها لكنها لا روح فيها صورة رسمت على سطح الورق صورة رسمت على سطح الورق لم يبقى لنا من هذه الفقرة إلى آخر رمق شكراً لكم وشكراً للشاعر الفلسطيني الجميل أمان الله عايش دمتم في أمان الله شكراً لكم